قطع الانترنت في إيران يقول أنه لا يعلم موعد عودة الانترنت وليس هناك ربما قرار في الأفق لأخذ ربما لاتخاذ قرار بشأن عودة شبكة الانترنت في إيران طالما أن الاضطرابات ما زالت متواصلة في البلد هذا الموضوع ليس له علاقة بالاضطرابات هو قال أنه لا يعلم بتوقيت عودة الانترنت إلى البلاد وربما هناك إشارة إلى أنه القرار ليس بيده صحيح أنا كنت سأقول لك بأنه القرار ليس بيده ربما بيد المرشد علي خامنة أو بيد الرئيس حسن روحاني أو بيد من يحكم إيران من تحت الطاولة أو من خلف الستار كما يقال لكنه قال ربما سيعود في وقت قريب لم يؤكد أنه سيعود في وقت قريب ولكن طالما أن هناك أن هناك مظاهرات في عديد من المدن الإيرانية فلين يكون هناك انترنت لكي لا يريد تصوير حتى الآن لا يوجد هناك صور جديدة أو حديثة للإحتجاجات في إيران كل ما خرجت به ولكالة الأنباء الفرنسية فقط للإشارة ما خرجت به هي تشييع ضابط الشرطة أو عنصر الشرطة الإيرانية الذي توفي جراء المواجهات مع المحتجين يعني هذا الفيديو الوحيد الذي سمحت به السلطات الإيرانية أما غير ذلك لم تسمح به حتى الآن لا يوجد على وكالات الأنباء العالمية فيديوهات جديدة وهذا يعني يدل على أن إيران تحجب هناك تعتيم كامل هناك تعتيم كامل على المظاهرات على عدد المتظاهرين عدد المتظاهرين الذين يتم قتلهم على يد السلطات الإيرانية هناك تعتيم كامل هذا الموضوع يعني حجب الإنترنت يساعد السلطات الإيرانية في حجبها أما إذا سمحت بعودة الإنترنت فسيكون هناك معلومات ومفتوحة للجميع وهذا ما لا يرغب به النظام الإيراني ما لا يرغب به النظام الإيراني وسيؤدي إلى فتحه وفتح ممارسته بالنسبة للتظاهرات الإيرانية نعم